اشتركوا في القناة ومفرده فرحا يجوب كل الاماكن رافعا راية الاعتماد على النفس عاليا فلم يعد هناك داع لمذلته لأحدهم كي يحمله من مكان لآخر الآن هو حر طليق يحلق حيثما يشاء وقتما يشاء تمتص عيناه الكون تتملك روحه الاماكن والاشياء يقفز عقله على حدود المعقول يجرب الجري والركل والقمز والبسك والسعال والضحك والعجوز والاكتسام يدحسس يقارن يكتشف نفسه ويراقب ويقلد الجميع في وسط ترحيب منهم شفير امه قفقهت ابيه نهيق الحمار ماشيت خالته كالبطة حتى لقبها الجميع بخلق بطة ولا يسلم من محاولة التقليد تلك اي شيء من في محيط البصر ذات الظاهرة فتح باب غرفة النوم الوحيدة كالمعتاد ثم رأى غير المعتاد وقف لبرهة قبل ان يسأل انتوا بتعملوا ايه فانتهره الاب بكلام لم يفهمه وهو يحاول ان يخبئ ذلك العضو البارز الخارج حالا من من يمه يزل عليه بسرعة جلبابه تظهر بقعة بحجم رأس العضو الضخم في وسط الجلباب في نفس الوقت الذي ترفع فيه امه قطعة ملابس صغيرة تخفي ما بين سقايها وتهندم باقي الملابس يحاول الاب الهاوه بالبحث عن اخيها الصغير يهرج هائما في رحلة البحث عن اخيه بالجسد والعقل تائهن يلهد في رحلة بحث اخرى ومحاولة تفسير ذلك المشهد الغريب فغريق في بحر من اللمازات والهلات متسائلا لماذا كانت امي منكفئة امام ابي ولماذا كانت تدلي قطعة الملابس الصغيرة عند رجبتائها شالحة وقل الملابس لماذا يسق السروة الابي عند قدميه الحافيتين وزيله الباب وفي فمه بحت صوت ابي تلك اعرفها جيدا مع كل ضربة فأسة في الارض هل كانت هل هذه كانت نوبة عمل جديد لم اعهدها من قبل هل هذا كان نوعا من الشجار الصامت بين الازواج هل هذا كان نوعا من العقاب من عقاب الزوج للزوجة عن طريق الضرب بقوة لم استطع ان اجزم فسرامت ملامح ابي وبحت صوته وحكته العنفة المتكررة تدل على انه في نوبة عمل مات ولكن حمرت وجه امي وضحتها الخجول عن رؤياتي لهما وازحت ابي عنها وتكملت ارتداء ملابسها الداخلية بسرعة وهندبت ملابسها الخارجية واعادة حزم الحردة السائحة على شعرها لا تدل ابدا على انه ما كان ينجز عملا مهم هل هذا هو نوعا من اللعب؟ هزه هي لعبة الكمار اذا؟ نعم هزه هي هزه اللعبة اقرب ما يفعله الحمار مع الاتان الحيل او الجدي مع العنزة واتذكر الان ذكر البط وهو يلملم عضوه كشريط لو لبي من القماش بعد غروبه من البطة بعد انتهاء اللعبة هذا النوع من اللعب يمارسه لجميع اذا؟ لماذا لم يغبرني احد بهذه اللعبة من قبل؟ من الواضح انه يجب علي ان ادرب الاشياء بمفرد يجب ان العب هذه اللعبة احضر احضر اخيه بسرعة واندفع قبل وفتح باب الغرفة بعنف لكن لم يجد شيئا مما كان يتخيل او ينتظر انتهت اللعبة على ما اعتقد غالبا جدا وتصمر امام السرير وفي نفس اللحظة تذكر ذات ليلة حين سرق فيه الاب ان يترك زراع اخيه الاصغر وتركه بسرعة وهو نصف نائم تذكر الان ان اخيه كان لا ينام على السرير اساسا بل ينام في مكان اخر ومستقيم بالجوار السرير ينحسس اعضاؤه فتستجيل تنبض عروكه جميعها فانتفض اطرافه جسله يرتعش عن بكر تاجه يسأل نفسه ما هذا شعور القول ما فعله هو انه حاول ان يجرب ما قاله له احد الاصدقاء الكبار الذين يذهبون للمدارس بالمداعبة والتبديك يقبر العجو ثم يقذف سائلا لزجا ورسل فيك قوة عشرين حصان وتشعر كأنك مرس لعبة الكبار الخفية حاول جاهدا ان يصل الى مرحلة اللزة الذي سمع عنها من الصديق ولكنه فشل في الوصول للزجة الخروج السائل السحري الذي يقال عنه وبالتالي فشل في ان يحصل على قوة العشرين حصان المزعومة قرر الاعتماد على نفسه في الجزء الثاني وتواصل انه يجد ان يكون هناك شريك لاتمام هذه اللزة والحصول على قوة احصنته استغل وقته قيلولد امه حاول بكلتة يديه وبصعوبة رفع اصابه واحدة نائمة على الاخرى كم هي تقيلة او قوية سيطة عن الكبار الان اصبح متأكدا من مصدر هذه القوة بعد غينا سقايها قليلا وكشف عن ملابسها وحاول جاهدا واوشك الامر ان ينجح ولكن فزعت امه وافزعته بصراف غير مصهوم يأتي الزوجة على صراف الزوجة المزعورة يتبتلان كلاما غاضلا سماعه جيدا ولم يفهم منه شيئا عقباه ضربه بعنفه في كل اجزاء جسمه دهشة دهشته من ردد فعلهم تفوق الم الضرب وخلع الكاتف لماذا يبيح ابي لنفسه اللعب ويعاقدني عليه؟ لماذا ترفض امي ان تلعب معنا؟ خرج من البيت كاسحا نزيف الامر والنفس عرجا الى زريبة البهائم يبتلعه مزوط مهبور تكتاحه رعشق لا ارادية يتقضع كالجنين في بطن المزوط يرتفع صدره وينخفض ويخمس بصوت متقطع خلال نحيب لا يسمعه الا البهائم بكرهكم كلكم الحقيقة هي قصة بوردنة و لكن قصة مهمة يعني اي قارئ حيقراها او حيتلقاها حيصف زي ما احنا الصدمة و هذا كويس لان احنا فعلا الجنس محرم مسكوت عنه في حياتنا و يشكل معظم عقد حياتنا نحن عندناش اي معارفة بالجنس و لكن القصة دي فيها مشكلة تتعلق بالمنطق الداخلي لبناء نحن نعلم ان في المنطق العام للاشياء زي الشمس بتطلع من الشرق منطقة عامة و مرة ما ستطلع من غرب و يعني لما نيجي نكتب قصة جازب نعون الشرق ستطلع من الشرق إلا لو البطل رأيه كده أو الشخصية رأيه كده يبقى مش طبيعي يعني يقول حاجة مجافية للمنطق هخلص عشان حضرتك هتقرع المنطق الداخلي يعني ما ينفع شعور وجاء رجل كان يرتدي مع طفن من الخارج شهر ابوستويس إلا لو هو غنبان أو حد مشحبه أو مجنون أو عنده مرض ما لازم يكون دا المنطق الداخلي لما قولوا اللابس بلطل فارج هنا القصة دي تدور أحداثها في الريف واضح الرجل فلاح بيزرع و بيقلع و المشاهد اللي حمش فيها مشاهد الريف بالحقيقة في الريف الجنس بيتم التعرف عليه بطريقة أسهل وأبسط من حياتنا في المدن لأن الجنس تفصيلة من تفاصيل الحياة اليومية فهنا المنطق الداخلي للسد هو منطق يعني مش مستقيم لأن الولد أو الطفل دا طبعا دا طفل دا طول الوقت يشوف الجموسة وهي بتعشر والحمارة والفرخة والذيك والبطر اللي بيكسر اللي بطة والكلام اللي احنا عارفينه دا كله فهنا هو يتعلم التجربة الجنسية شيئا فشيئا فالجنس لا يصير دخشيته دا كما المنطق الداخلي للقصة اللي فيه حاجة عايزة تتضبك إنما كبعا أنت تسرب بالتصريح دون التنميح وهذا قد يكون صحيحا وجيدا في بعض الأحيان ولكن قد لا يكون جيدا ولا مفيدا إبداعيا وفنيا وجماليا فعليك أن توازن في مسألة المنطق وفي طراق السجد التي يجب أن تسعى حينا إلى التصريح عندما تكون هناك ضرورة وإلى التنميح عندما تكون هناك ضرورة جميل موسيقى اشتركوا في القناة